سلام الله عليكم مرحبا المتتبعي قناة الحمدي إذن شاء الله من خلال الحلقة غدا نعطيكم الخلاصة العامة لما قاله وزير التربية الوطنية والتكويل المهني والتعليم العالي السيد سعيد أمزازي من خلال إجابته على عدد كبير من الأسئلة على قناة الثانية إذن قبل ذلك أتمنى على أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد إذن فبداية الأمر فمسألة سنة بيضاء مسألة مستبعدة جدا كما قال لأن تم إنجاز 75% من المقرر الدراسي إذن مسألة سنة بيضاء الإخوان حيدوها من بالكم لأن نسبة الإنجاز الدروس وصلت إلى 75% وهذه مسألة شرط لها في أحد الفيديوهات السابقة ثم تأكيده على أن التعليم عن بعد لا يعوض التعليم الحضوري داخل المؤسسات وهذه المسألة هي أيضا أنتم تتأكدوا لها ويعني تتعانيوا منها كل الامتحانات التي تنجز مع التلاميذ الآن لا يمكنها أن تدخل ضمن نقاط المراقبة المستمرة للتلاميذ هناك بعض الأساتذة لكينجزوا لامتحانات أو للفروض مع التلامد من خلال وسائل التواصل الاجتماعية أو للموقع لمخصصة الوزارة لذلك فقد أكد الوزير على أن هذه الامتحانات هادو فما غير ياخدهمش بعين الاعتبار وما داخلينش في النقاط المراقبة المستمرة طبعا إذن وقال أيضا على أن الأساتذة مجندون لتقديم الدعم ما بعد الحجر الصحي إن شاء الله من بعد ما غيز الله علينا هذا الوباء فالأساتذة مجندون كل التجنيد بشيقدم لكم الدعم الكامل في المواد الدراسية ديلكم أما مسألة تأجيل الامتحانات لم يجب عنها الوزير التربية الوطنية فغالبا ستتم هذه العملية بعد الرجوع للدراسة إذن بعد ما غترجعوا للدراسة ديلكم وغتبدأ وعيني تسنفو الدراسة إن شاء الله فهنا غادي علنوا على تاريخ ديال الامتحانات إلا كانت تأجيل دياله وبعد شوية غادي علنوا عليه إلا ما كانت تأجيل فراهت شي كله غادي خبروه به إن شاء الله سواء عبر المواقع الخاصة بالوزارة أو لا عبر القنوات التلفزية إذن في الأخير أتمنى أنكم لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعلوا زير الجارس وإلى الحلقة القديمة إن شاء الله